استعرض رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني على هامش اجتماعات الدورة المئة والواحد والاربعين للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الصربية بلغراد مع رئيس الوفد البرلماني الفرنسي المشارك في الدورة هوبرت جوليان لافيري مراحل التطورات السياسية والامنية في بلادنا وعملية الانقلاب التي نفذتها ميليشيا الحوثي وتبعاته الاقتصادية والامنية والانسانية وتطرق البركاني الى جولات السلامة التي انخلطت فيها الحكومة مع الانقلابيين الحوثيين بغية انهاء الحرب والتوصل الى حل سياسي وفقا للمرجاعيات الاساسية ثلاث مؤكدا ان البرلمان اللاعب وعلعب دورها دورا مهما في تعزيز قيم الحوار وسيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة وبدعم جهود المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لليمن مارتين جريفث على قاعدة انهاء الانقلاب وبص سلطة الدولة على كافة ترابها الوطنية وعرب البركان عن تقدير نواب الشعب اليمني للموقف الفرنسي الداعم لليمن في مواجهة الانقلاب مشهدا بالعلاقات اليمنية الفرنسية المبنية على الشراكة الاقتصادية داعيا الجمعية الوطنية الفرنسية الى الاسام في دعم جهود الحكومة اليمنية لاستعادة الامن والاستقرار وانهاء المعاناة الانسانية من جانبها كذا رئيس الوفد البرلماني الفرنسي دعم بلاده لليمن ووحدته وسلامة اراضيه مشيرا الى ان البرلمان الفرنسي يضع اليمن ضمن جدول نقاشاته ويحرص على حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب منويها باهمية الحوار لانهاء الازمة اليمنية حضر لقاعدة ومجلس النواب الدكتور محمد القباطي والدكتور نجيب غانم عبدالله المقطري وزكارية الزكري اشتركوا في القناة